اه عم بشوفك اه كتير اه قوي من بعد فترة كنت متوجس كنت اه على فكرة برج الدلو اه كان في عندك اه طاقة سلبية قوية كان في عندك اه شي قوي اه يمكن سحر او حسد او شغلة اه ولكن عم بشوفك عم تستشفي منها على خير عم تطلع منها اه الشاكرات تبعو لك نضاف في اخر الشهر امورك اه تمام اه اكتر شي الناس اللي عم يدرسوا عم بشوف اه في نتائج كتير اه حلوة في نجاح بامتحان يمكن كررت الامتحان اكتر من مرة ولكن شايفة اه نجاح شايفة احتفال بالنجاح مع الاصدقاء او مع الاهل عم بتفرح اهلك بهذا الموضوع او عم يفتخروا اه فيك وممكن تكون اه نفسك انت صاحب العائلة يعني الاب او الام انت نفسك اه ادلو اه انه ولادك رح يفرحوك بهذا الموضوع موضوع اه الدراسة هذا الشهر اه فكمان بيطغى على الكروت والناس اللي عندهم دراسات عليا او عم يدرسوا في بلد تاني لاني عم بشوف اه شوي من اه وبعض اه ناس برج الدلو اما انتقلوا على بلد تاني او رح ينتقلوا عم بشوفهم عم ينتقلوا وعم بيحاولوا تكبوا كل الاشياء السلبية وكل المشاكل بالبلد القديم او بالمسكن القديم ويحاولوا يغيروا يروحوا على جديد عم بشوف اه برج الدلو الاشخاص اه وكأنه عم بيغيروا جلدهم وكأنه تعلموا بما فيه الكفاية من الحياة ومن الاشخاص اللي حواليهم عم بيغيروا جلدهم بيعني الناس عم تطلع عليك عم تحكي لا مش هذا مش انه كتير كتير رح تكون شخصيتك متغيرة عندك حكمة كبيرة تحط حدود للعالم من بعد ظلم كبير اكلته انت فعلا انظلمت كتير فعم بشوف بعده زي ما قلنا فيه انتصار من بعد هاي المشكلة شايفيتك عم بتفكر بشكل ابداعي او انك تطلق فكرة بشوفك فيها اما شغلة ابداعية او شغلة بتساعد فيها الناس فيها مساعدة للناس مش انه بدون مقابل لا بمقابل ولكن بشوف فيها مساعدة بتقدم مساعدة للناس ممكن تكون هيلر ممكن تكون بجمعية خيرية عم تشتغل او عم بتحاول تعمل هذا الموضوع يعني عم بشوف خير من عندك بطلع للناس وعم تتصدق بهاي الفترة كتير عم بنشوفك كتير كريم انت بالاساس كريم بس هذا الشهر اكتر عم بتكون كتير محتاط في شخص حواليك امرأة او رجل مش يعني مش شرط ولكن هذا الشخص برجه اه مائي على الاغلب هذا الشخص اه في مشاكل بينك وبينه مش شايلك من راسه اه رح يضل فترة يعني في في راسه اه انت موجود ورح يحاول لانه يعني يعمل شوية مشاكل ولكن ما رح يطلع في ايده اشي انا ما شايفة انه بس اه اللي هي اه على الفاضي محاولات اه فاشلة بس انك شوي تكون اه محترس من هذا اه الموضوع عزيزي في في عرض رح يتقدم اما منك اما من الشريك اه شايفة في الكروت جاي فوق بعضها كتير حلوة اه انت والشريك شايفيتك في في قمة الحب والا من بعد اه مشكلة كبيرة يمكن هاي المشكلة نفسها اه يعني مشكلة كانت مش اه صغيرة مشكلة كبيرة مع الشريك اه صار فيها اللي هو كلام انت غلطت هو غلط اه انظلمت فيها ويمكن هو المظلوم كمان يعني قراءة ممكن تكون عكسية لانه عامة اه ولكن عم بشوف اه من بعد هيك عم بشوف اه اصلاح للامور اه عم يعني عم الامور اه ترجع زي ماضيها زي ما اول بلشت اه العلاقة شايفة للناس العزاب اه شوي متكبرين يمكن شوي اه مش حابين يرتبطوا باي حدا اه يعني عندهم مواصفات عالي جدا اه اه لشخص المستقبل عندهم فرص ولكن عم بشوفهم اه ما ما عم يلقطوا هاي الفرص او اه عم مش بتكبروا عليها عم بشوفوها انه مش مناسبة مع انهم اه ممكن يكونوا غلطانين في هذا الموضوع فبقول لكم لا اعطوا فرصة في شخص اه ممكن انه يظهر في حياتكم اه هذا الشخص اه ممكن يكون اه برجه اما ترابي اما هوائي اه يعني رح يكون منيح رح يكون اه كويس وممكن يقدملكم الحب اللي انتو محتاجينه انا عم بحكي للعزاب مش للناس اللي في بحياتهم شخص اه معين. عم بشوف فرصة حمل الكبيرة اه للناس اللي عم يستنوا حمل. عم بشوف اه الحمل او هم قردي حوامل فعم بشوف الموضوع عم بيصير على خير. مش مبين بنت او ولد. مش عارفة. يمكن اه بنت بس اه يعني هذا اغلب الاشياء بس شايفيتك حبيبي اه كتير عم تحتفل هذه الفترة عم تطلع من فترة قاتمة لفترة حلوة. اه عم بشوف في تواصل روحاني عالي جدا بينك وبين الحبيب لو كنتوا على علاقة او لو كنتوا منفصلين اه عم بتفكروا في بعض الطريقة اه فضيعة اه اتنين انا شايف حب متبادل ولكن في اطراف اخرى عم تحشر حالها في الموضوع. اه فعم بشوف سيطرة هدول الاشخاص لسه موجودة لحد الان. اه ولكن بالمستقبل القريب اه ممكن ان و يعني تتخلصوا شوي شوي من هدول الاشخاص اهم شي اه رجوع ممكن يكون في سبتمبر. بالنسبة للازواج اه شايفة في ناس عم بتفكر اه في اشخاص اخرى غير الزوج او غير الشريك في يعني في علاقة ثلاثية عم تكونوا داخلين فيها. اه بس بحذركم من هذا الاشي انه هاي الفترة تكونوا شوي حريصين من هذا الموضوع. لانه ممكن شوية اسرار تطلع اه لبرة اه من غير ما تقصدوا اه او غصبا عنكم فديروا بالكم من هذا الموضوع. خلينا نشوف ازا في تحذيرات لبرج الدلو هاي الشهر. ازا شايف انتصارات بالعمل اه اه يعني ممكن يكون اللي هو ترقية لانه شايف عندك اه مفتاحين. ممكن يكون واحد منهم مفتاح بيت. ممكن تمتلك بيت او تنتقل على بيت جديد. والمفتاح التاني ممكن يكون مفتاح مكتب اللي هو اه ترقية او اه منصب معين. فكتير حلو. بالنسبة للتحذير اجاكم حظكم انه اه في في يمكن نفس الاشخاص اللي قلتلكم عنهم في ما بين الاصدقاء في شخص متخفي. اه في شخص عن بيدس اه اه سم معين او سموم معينة اه افكار اه عم بيحكيها عنك بطريقة غير مباشرة وكأنك بتعرف هاد الشخص او ما بتعرفه انا ما بعرف. بس انه هاد الشخص اه ما عم يكن لك الخير وحطك في راسه فدير بالك. اه ممكن يكون باي وسط يعني مش بوسط اه معين. هدا كان بشكل عام. خلينا نسحب كرت اه على شو عم بتركزوا هاي الفترة او شو عم بتفكروا. بشكل عام. العقل الباطن. ازان لبرج الدلو. ازان برج الدلو ورق كتير حلو. عم بتغير حالك. اهم شي عم بتغير حالك. اه لانه برج الدلو كتير طيب يعني اه عم بيستغلوا في ناس عم بيستغلوا هاد الموضوع. فلازم تغير حالك. لازم تغير شوي من تصرفاتك. اه تحط حدود. وانا شايفتك هاد الشهر ماشي باليعني اه بالاتجاه الصحيح. خلينا نقول. ازا كرت ايلك كرت للشريك. بالنسبة ايلك حط يعني ما عم تفوت دقيقة طول الوقت عم بتفكر بالحبيب. ما رايح ابدا من فكرك. قد ما سبب لك مشاكل. قد ما ظلمك. قد ما عمل فيك. لسه عم بتشوفه مثل الوردة. لسه عم بتشوفه. اه يعني ما تغير بتفكيرك. ممكن بتفكيرك الواعي تغير. اه عم تطلق عليه احكام وكذا. لكن في عقلك الباطن انت ما زلت بتحبه حبه كبير. او احلى كرتين. اه كمان الشريك. الشريك اه عم بيحاول. انا شايفة في عنده طاقات سلبية ممكن تكون من طرف تالت عامله طاقة سلبية او اه يعني من طرف اه مو شرط طرف تالت اللي هو خيانة. لا يعني ممكن تكون اي طرف. اه لكن عم بشوفه شوي شوي عم بتحرر من هذا من هاي التراكمات اللي عنده. اه شايفة عنده مشاكل عم بيركز اكتر اشي عانه يخلص على هاي العوائق لحتى يمشي في العلاقة اه لقدام. فهذا اكتر اشي عم بيفكر فيه وعم براقب وبيغار بطريقة فضيعة. لكن ما عم يبين. يبين عندي انه اه شوي شخص اه متكبر او عنيد اه غامض. عم بيخبي اه امور او بيتقصد يكون غامض لحد يغيزكم يمكن. خلينا نشوف اوراكلس. هاي الفترة فترة عواطف بالنسبة لبرج الادلو رح يركز كتير على عواطفه واساسا هي فترة رومانسية كتير حلوة بالنسبة له سبتمبر شهر مناسب للعاطفة. اه نفس اللي قلنا عليه قبل شوي سبحان الله انه تغير تفكيرك او اه الطريقة اللي بتغير اللي بتفكر فيها بالناس او انك اه تحط حدود زي ما قلنا اه هاد الكرت اه بيقيد هاده الموضوع. هون بقول لك اه بقول لك شوي ابعد عن اه الزحمة الحياة المدن اه اه العجلة اللي بحياتك اه حاول تبتعد اه تعمل خلوة لحالك تقعد شوي مع حالك يمكن تعمل مدتيشن يمكن تعمل اي اه اي سلوك روحاني اي ممارسات روحانية اه لحالك اه تتعطي حالك اه شوية خلينا نقول يعني راحة من التفكير بيقول لك خلي حدسك هو اللي اه يحركك ما كتير ترد عاللي حواليك او عن ناس اللي حواليك رح يكون اه يعني رح يكون فيه لغط لانه قلنا قبل شوي فيه اشخاص حواليك ما عم يردو لك الخير فبيقول لك انتمي او اه اتبع احساسك وانت من الاشخاص اللي عندهم حاسسات يعني قوية فهدولة برج اه اه ادلو كمان بيقول لك اه نوذلو اه هذا الكرت اه كرت قانوني بس بيقول لك انه انتبه من الامور القانونية من المخالفات اه بشكل عام انك تخالف وخاصة في العمل للناس اللي بيعملوا بيشتغلوا اه كون اه يعني ماشي عالقانون مية بالمية ما تتركها وللحظ اه هاي الفترة اه بقولك اه في موضوع انت عندك اياه موضوع خلينا نقول فيه غموض كتير مشروع خليه خليه يكون مشروع او علاقة اه حاسس فيها حالك مثل الضايع مشروع ممكن يكون بالعمل او كزا اه دخلت فيه لكن اه مثل اه يعني مثل اندمت او اه دخلت ومش عارف تطلع من هذا الموضوع فبيقولك اقرب شي انك تطلع منه اه بلا ما تمشي كل هاي المتاهة وتضيع اكتر واكتر اطلع من هذا الموضوع او يمكن ادمان معين ممكن ادمان ممكن تعلق ممكن اه شي معين فبيقولك بلا ما تفوت بهاي المتاهة اه يعني اطلع منها هذا الشي على فكرة جديد اه ان كان شخص او حدث او اه مشروع هذا شي جديد ما عمي يحكوا عن شي قديم اه بيقولك صح في طريقك كتير اه متل معوقات او كتير بس بيقولك اه بس تطلع قدامك قطوة بخطوة ما تفكر بي اه يعني كتير لوقت بعيد اه كون متفائل وفكر بس بي اه باليوم وبكرة وكون سعيد ما تحمل حالك اه اكتر او ما تكبر الامور اكتر اه ما هي خفف عن حالك شوي رفح عن حالك هون بيحكيلك اه نفس الشي بيقولك امن بالااااااا بالاااااااااااااااااااااااو بيحكي عن الحاسسات والحدث انه في عندك حدث كبير استغل هذا الموضوع وممكن انك تنمي ممكن انك تنمي هادي الموهبة اكتر واكتر. بيقول لك انه التزامك كمان في الامور والمشاريع رح تلاقي عليها نتيجة حلوة كتير كتير بالفترة الجاي فمات يعني هون نفس الشي بيحكي لك اركز ما بعرف ليش تطلعوا كل هدول الكروت على نفس الموضوع لبرج الدلو. احنا بنعرف انه برج الدلو عنده حاسسات سي يعني بس الكروت يعني كتير عم تحكي لك انه ارجع لهذا الموضوع. اه نمي هاي اللي جواتك. اه هذا الطائر اسمه كيوي. عم بيقولنا او عم بيقول لك يا برج الدلو. اه. بيحكي لك اعمل عن عن طريق المشي. اللي هو في في طريقة مش بس بالشمعة او اه انه نتنفس وكزا. اه لأ بتتنفس مع المشي وما بتفكر بشي غير بالمشي علشان تصفي ذهنك من اي افكار اه تانية. هو دائما هدف المديتيشن انه تعمل تركيز على اشي يعني على 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 التنفس على على اشي معين اه او باندول او شي يعني صوت معين بحيط انك اه تتخلص من كل الافكار ايجابية او سلبية لمدة دقائق اه هذا الشي بيعمل كتير فرق معاك ويزيد طاقتك الايجابية. فهو بينصحك بهذا النوع من اللي هو بالمشي كل اه كل يوم لمدة اسبوع. فحلو يعني اتبعوها اعملوها او سبوع وشوف اشبت لما اكو